هل تدري أن الفواتير بينك وبين عميلك تطورت بشكل رهيب وأنك تقدر تسوي فواتير إلكترونية على شكل رابط دفع وترسل الفاتورة لعملائك كل هذا عن طريق تطبيق GoCollect المقدم من شركة التاب الخليجية للمدفوعات هذه الخدمة مهمة لكل شخص يقدم خدمات زي الفريلانسر أو يبيع منتجات زي تجارة الإنستغرام والأسر المنتجة بكل بساطة رقم 1 أنشئ الفاتورة رقم 2 أرسل رابط الدفع لعميلك رقم 3 حصل فلوسك على فكرة هذه الحلقة برعاية شركة التاب الخليجية للمدفوعات التي تخدم أكثر من 70 ألف تاجر في المنطقة تقدر تحمل تطبيق GoCollect الآن وتتعرف على طريقة عمله في وصف الحلقة مرحبا هذا ساندويتش ورقي الحلقة الثالثة البرهان الاجتماعي تخيل معي عزيز المستمع والمستمعاء تخيل أنك وقفت سيارتك جنب النادي الأدبي لف مدينتك تمنى النفس بأمسية شعرية دسمة نزلت من السيارة ومشيت خطوات أمام باب النادي إلا وثلاثة أشخاص على ناصية الشارع أشخاص ما تعرفهم أنظارهم متجهة الفوق ويتفحصون شيئا ما في السماء بدون تفكير يا صديقي بدون تردد يا صديقتي ولا تنكروا أرجوكم بدون تردد رح ترفع نظرك لرؤية هذا الشيء المثير في السماء هذه الحادثة حصلت معي أنا شخصيا بلا صح دائما تحصل معي بمجرد أن أرى شخص يوجه كاميرته أو عينه تجاه منطقة معينة في الفضاء في إجزاء من الثانية يفتر مخي بسرعة مكوكية ويقول في شيء ما في السماء لابد أن أراه كنت اتهم نفسي بأنفاضي بأني أنجرف خلف أي مثير أي شخص طالع في السماء جرني وراه أني طالع في السماء إلى أن اكتشفت الحقيقة إنه أنا وغيري نعمل نفس الشيء والإجابة في كلمة واحدة فقط إحنا تم التغرير فينا بسبب شيء اسمه The Social Proof أو قوة الدليل الاجتماعي قبل ما نتكلم عن قوة الدليل الاجتماعي تذكرون معي قصيدة اسمها الحلزونا هي قصيدة هزلية استخدمت في أحد الأفلام المصرية وهدفها كان استعراض الجانب السلبي مما يسمى بالشعر الحداثي أو ما بعد الحداثي والفوضوية عموما تخيل أنك حضرت أمسية شعرية بنفس هذا المستوى وبدأ شاعر يلقي على مسامع الحضور قصيدة الحلزونا أتوقع مجرد توقع تصفق على شطر شعري زلق من القصيدة الحلزونية مباشرة رح يصفق شخص آخر جنبه ثم اللي بجنبه ثم اللي بجنبه ليشتعل بعدها الحضور تصفيقا حارا على الأعجوبة الأدبية اللي سمعوها في هذه الحالة لا مناصرك إلا أن تجلس وقد تصفق والأكيد أنه رح يبدأ يتسلل إلى عقلك شعور متضارب وتساؤل مشوب بشك قائلا فيه ربما ربما في مجاز معين صورة شعرية معينة فلتت من بين يديني وأعجبت الناس ربما في القصيدة ما يعجب فعلا لابد أن هناك شيء جميل في الحلز هنا أنت لو مسافر ودخلت مطعم وشفت الزباين كلهم بعد ما يأخذون طلبهم يتركون عملة معدنية في طبق أو علبة حلاوة مثلا ما هو الشيء المتوقع اللي راح تعمله وانت أيضا خارج من هذا المحل أكيد أنك راح تترك قطعة معدنية كذلك زي باقي الناس ليش تعمل كذا لأنه ببساطة زي ما يقول المثل المصري دا سلو بلدهم هذه طريقتهم في التعامل هذه ثقافتهم وأنا راح أمشي معهم لو تعتقد أن هذا الكلام فارغ شاهد في اليوتيوب مقطع بعنوان conformity waiting room المقطع عبارة عن شخص يدخل عيادة وهذا الشخص هو الضحية لا يعلم أنه فيه تصوير الشخص هذا تجرى عليه تجربة بأن يدخل غرفة انتظار في عيادة معه مجموعة من الممثلين هو ما يدري عنهم طبعا لكن كل بعد فترة يدق جرس هذا الجرس له صوت معين فيقف الممثلين الضحية يبدأ ينظر للآخرين وفعلتهم الغريبة يبدأ مستنكر ما حصل لكن قاعد يدور في عقله مليون سؤال وسؤال لماذا يقفون كلما دق الجرس هذه الضحية كانت تكابر وتكابر لكن في نهاية المطاف رضخت للعرفة الاجتماعي الغريب والجديد وصار الشخص هذا يقف مع باقي الممثلين أنا ما أفغى أحرق عليكم المقطع شوفوه بعينكم وتأكدوا من قوة خفية تجبرنا كلنا كضحايا على الوقوف بدون سبب واضح أصدقائي القوة الخفية هذه اسمها قوة العرفة الاجتماعي أو قوة البرهان الاجتماعي هذه قوة عظيمة تؤثر على قراراتنا أحيانا نعبر عن هذه القوة بقسوة في تغريداتنا وحوارتنا ونسميها بثقافة القطيع ثقافة القطيع كلمة مزعجة شوية نتهم فيها كل الناس بالتقليد لكن للأسف هي قوة طبيعية منتشرة بيننا احنا بنتأثر فيها شأناء ما بين في غالب الأحيان نحن نتصرف كما رأينا الناس تتصرف بلا صح وبالأدق وبالأحرى كل ما زاد عدد الناس المؤمنين بقضية معينة كلما تضاعفت صحة هذه القضية وكلما زاد الناس اللي يمارسون سلوك معين أمام الملأ كلما زاد قبول هذا السلوك وقرأ عن التأثير الاجتماعي تأثير الناس بعضها ببعض في كتب التسويق الحديثة وستجد في هذه الكتب العجب لكن في سؤال محيرني احنا كبشر الضمن علينا بجهاز عظيم بين أكتافنا ليه ونحن أصحاب هذا الجهاز العظيم نفكر بهذه الطريقة الجواب البسيط جدا لأنها كانت دائما طريقة فعالة للنجاة من الموت والبقاء على قيد الحياة الاستفادة من تجارب الآخرين والوثوق في اختياراتهم قد يكون فعلا سيرفايفل سكيل او مهارة نجاح في الحياة مو لازم اجرب كل شيء عشان اتخذ قرار مو لازم اخوض تجارب مع الاسود والتماسيح والبراكين والنيران عشان اعرف خطرها يكفي انه غيري يفتح عينه على الآخر وينطلق هاربا عشان اعرف انه في خطر محدق بالمكان احتمال يكون اسد او ثعبان لا اعلم لكن في خطر تقديد الآخرين هي مهارة مفيدة من اجل البقاء لكن يجب ان لا نسمي هذه المهارة الفطرية والقرار الحدث السريع تفكير منطقي اصدقائي السيء في التفكير القطعاني انه قد يشكل رأي عام شامل على خطأ نفس ما حصل ايام النازية عندما انهزم الجيش الالماني وبدأت تتساقط الكتائب الواحد وراء الثاني طلع مهندس البروباقاندا الالماني جوزيف جوبلز جوزيف صاحب اعلى صوته في الحشد العظيم من الالمان هل تريدون حربا عظيمة اكبر من اي شيء يمكن تصوره اليوم وقتها زمشرة الحشود بصوت واحد هو الموافقة بينما لو سألت هؤلاء الجنود على انفراد كل واحد لوحده هل تريد حربا عظيمة فعلا لا جاوبك الجندي لا ابدا انا اريد ان ارجع الى بيتي مع زوجتي وابنائي وانا اتناول معهم وجبة الاوز الالمانية لذلك اصدقائي خلونا نتذكر مقولة الرواء البريطاني سامرسيت موغام اللي قال لو حتى خمسين مليون شخص كرروا مقولة غبية فستظل المقولة غبية نحتاج عندما نقرر قرار مصيري ان نفكر بوضوح وان نبتعد عن المغالطات الفكرية وان نقرأ كتاب كنتم مع ساندويتش ورقي وجبة معرفية نتشارك لذتها اذا كنت شخص يقدم خدمات فريلانسر او يبيع منتجات على الانستجرام او من الاسر للمنتجة وتواجه صعوبة في ادارة ومتابعة فواتيرك وودك تسوي فواتير الكترونية لعملائك وتحصل فلوسك بكل سهولة الحل في تطبيق جو كولكت المقدم من شركة تاب الخليجية للمدفوعات هذا التطبيق يساعدك تسوي فاتورتك على شكل رابط دفع وترسلها لعميلك على الواتساب او السمس او الايميل ومن خلال الرابط يسدد العميل الفاتورة بأي وسيلة مثل مدى او ابل باي او البطاقات الاعتمانية بكل بساطة رقم واحد انشئ الفاتورة رقم اثنين ارسل رابط الدفع لعميلك رقم ثلاثة حصل فلوسك تطبيق جو كولكت يدعم جميع بنوك السعودية والخليج ومصر والاردن واللبنان هذه الحلقة برعاية شركة تاب الخليجية للمدفوعات اللي تخدم اكثر من سبعين الف تاجر في المنطقة تقدر تحمل تطبيق جو كولكت الان وتتعرف على طريقة عمله في وصف الحلقة اشترك للموقع ترجمة نانسي قنقر